لس خسرا جيدا ولا أحب تكبد الهزائم ولا أخسر كثيرا شعارة صدح بها الرئيس دونالد ترامب حتى قبل خوض سباق الرئاسة ضد الرئيس المتخب جو بايدن مباشرة بعد إعلان فوز بايدن بعد أيام من فرز الأصوات حيث استغرقت العملية وقتا أطول من المعتاد بسبب العدد الكبير للأصوات التي وصلت عن طريق البريد ادعى ترامب أن بايدن نجح بالغش والتزوير وأول رفض لترامب جاء على الابتراع عبر البريد دعيا إلى اعتبارها أصوات غير حقيقية حاول ترامب حملته الطعن في النتائج فرفعوا عشرات القضايا التي تطعن في نتيجة الانتخابات دون جدوى كان أبرزها في ولاية جورجيا وبينسلفانيا في الرابع والعشرين من نوفمبر وافق دون ترامب على بدء الانتقال الرسمي للسلطة إلى الرئيس المتخب جو بايدن ولكن رافق ذلك عدم تعاون من طاقمه مع فريقي جو بايدن قبل انعقاد جلسات الكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن دعا ترامب أنصاره لتجمع في العاصمة واشنطن ليخطب لاحقا أمامهم قائلا إن الانتخابات مزورة وأنه تم تلعب فيها كما لم يتلعب من قبل